اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء من قناة الجزيرة في قطر نظمت حركة مواطنين ضد اسلامة اوروبا بيجدا مظاهرة معادية للمسلمين والمهاجرين في مدينة دريزدن بشرقي المانيا وتأتي هذه المظاهرة بعد ايام من الهجوم على مقر صحيفة شاغل ابدو بباريس ومقتل اثني عشر شخصا بينهم رسامون في الصحيفة وشرطيا اجل المؤتمر الوطني العام في ليبيا اعلان موقفه من المشاركة في الحوار المزمع عقده في جناف الى جلسة الاحد المقبل قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر انه يتحفظ على اداء رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون لاقتراحه ادخال اسماء في الحوار لم يتفق عليها سابقا كما شدد المخزوم على ضرورة اطلاع المؤتمر على جدول اعمال الحوار والاسماء المشاركة فيه في وقت مناسب نشر قراصنة انترنت يقولون انهم متعاطفون مع تنظيم الدولة الاسلامية اسماء جنرالات امريكيين وعناوين مرتبطة بهم بعد سيطرتهم على حساب القيادة المركزية الامريكية على تويتر واضافوا في تغريدات على موقع القيادة انهم يسيطرون الان على الاجهزة الصخصية الخاصة بهم قد اعترفت واشنطن بعملية الاختراق وقالت انها مزعجة لكنها لا تشكل تهديدا امنيا قطع اهل العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرى وتنظيم الدولة طريقا رئيسيا في وسط بيروت خوفا من تنفيذ جبهة النصرى تهديدها بقتل احد العسكريين المحتجزين لديها وجاء تهديد جبهة النصرى اثر تنفيذ قوى الامن الداخلي اللبناني عملية امنية داخل سجن رومي شرق بيروت وعملت على نقل السجناء الاسلاميين الى مبنى خاضعا للرقابة الامنية المشتدة قالت وكالة انباء فارس الايرانية ان احد قادة قوات التعبئة المعروفة بالبسيج واسمه مهدي نوروزي قتل في اشتباكات مع تنظيم الدولة في محيط مدينة سمراء شمال بغداد اثناء مهمة حماية الاماكن المقدسة حسب تعبيرها ومن جانبها اقرت منظمة بدر الشيعية في صفحتها على فيسبوك بان نوروزي كان يعمل قائدا لعملياتها الخاصة بينما اكدت مصادر اخرى للجزيرة انه شارك سابقا في معارك النظام السوري ضد المعارضات المسلحة قرب العاصمة دمشق انتهى المنجز الى لقاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا اعلان موقفه من المشاركة في الحوار المزمع عقده في جناف الى جلسة الاحد المقبل وقال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر انه يتحفظ على اداء رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون لاقتراحه ادخال اسماء في الحوار لم يتفق عليها سابقا كما شدد المخزوم على ضرورة اطلاع المؤتمر على جدول اعمال الحوار والاسماء المشاركة فيه في وقت مناسب نشر قراصنة انترنت يقولون انهم متعاطفون مع تنظيم الدولة الاسلامية اسماء جنرالات امريكيين وعناوين مرتبطة بهم بعد سيطرتهم على حساب القيادة المركزية الامريكية على تويتر واضافوا في تغريدات على موقع القيادة انهم يسيطرون الان على الاجهزة الصخصية الخاصة بهم قد اعترفت واشنطن بعملية الاختراق وقالت انها مزعجة لكنها لا تشكل تهديدا امنيا قطع اهل العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرى وتنظيم الدولة طريقا رئيسيا في وسط بيروت خوفا من تنفيذ جبهة النصرى تهديدها بقتل احد العسكريين المحتجزين لديها وجاء تهديد جبهة النصرى اثر تنفيذ قوى الامن الداخلي اللبناني عملية امنية داخل سجن رومي شرق بيروت وعملت على نقل سجناء الاسلاميين الى مبنى المركزية الامريكية على تويتر واضافوا في تغريدات على موقع القيادة انهم يسيطرون الان على الاجهزة الصخصية الخاصة بهم قد اعترفت واشنطن بعملية الاختراق وقالت انها مزعجة لكنها لا تشكل تهديدا امنيا قطع اهل العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرى وتنظيم الدولة طريقا رئيسيا في وسط بيروت خوفا من تنفيذ جبهة النصرى تهديدها بقتل احد العسكريين المحتجزين لديها وجاء تهديد جبهة النصرى اثر تنفيذ قوى الامن الداخلي اللبناني عملية امنية داخل سجن رومي شرق بيروت وعملت على نقل سجناء الاسلاميين الى مبنى خاضعا للرقابة الامنية المشتدة قالت وكالة انباء فارس الايرانية ان احد قادة قوات التعبئة المعروفة بالبسيج واسمه مهدي نوروزي قتل في اشتباكات مع تنظيم الدولة في محيط مدينة سمراء شمال بغداد اثناء مهمة حماية الاماكن المقدسة حسب تعبيرها ومن جانبها اقرت منظمة بدر الشيعية في صفحتها على فيسبوك بان نوروزي كان يعمل قائدا لعملياتها الخاصة بينما اكدت مصادر اخرى للجزيرة انه شارك سابقا في معارك النظام السوري ضد المعارضات المسلحة قرب العاصمة دمشق انتهى المنجز الى اللقاء